العامل الخبرة الحقيقة هو في الأول موسم في الربطة الأولى مع لعبين شبان صحيح حققنا البقاء اللي هو كنا متأكدين منه منذ بداية الموسم ومنذ التحذيرات لكن حابينا نعمله ما خير شوية لكن نقص الخبرة والموسم الأول في الربطة الأولى تعرفه لعبين معدل أعمار لعبين نحن تقريبا 24-25 عام على أقصى تقديل من فرق الشابة اللي نعتبر مستقبل السليمان فرق كله أغلبه كله من الشباب وأغلب اللعبين أول تجربة كانت اليوم في الربط المحترفة قبل ما نحكيوها السليمان دعونا نحكيوك تفاصيله بعد خلنا نبدأه بالاكتواليتي غدوة نهائي الكيس الحدف البوليوميكي اللي صارت البالح تراب رئيس الجمهورية غير ما كان الملعب وحتى الاسم بتاع الكيس بساسم سيادة الرئيس المرحوم بيجي قاية سبسي شنو رأيك بوليوميكي اللي صارت زايدة وداخلة في تر شعبوية لأنه اليوم مع كل أسف اللي قاعدين نتسابق وحاول شكون يكون شعبوي أكثر من من الآخر شعبوية مين بالضبط شعبوية في مؤسسة الدولة نشوفوا احنا اليوم موقف من رئيس الجمهورية حتى في داخل الحكومة نحكيه حتى مجرد الحديث على حكاية كيما هك الراحة في تر شعبوي نحب نحيي الجامعة تونسية الكورت قدم منذ في قوت 2019 بعد تعرفوا رحيل الرئيس الراحل المرحوم الأستاذ البجي قاية سبسي رحمه الله في 25 جوليا صار مكتب جامعي في 12 أود تقريبا 2019 وتقرر كونه نسخة الكأس دي سنة 2018 2019 تقريبا تكون نسخة البجي قاية سبسي هي كأس تونس قانونيا اسمها تسميتها كأس تونس لكن لديسين 2018-2009 تكون باسم الأستاذ البجي قاية سبسي لأنه فما سنة الوفاة وتكريما للرئيس الراحل ومن وقتها تاخذ قرار كونه على خمسة سنوات القادمة كأس لديسين بتاع سنة كأس لحبيب بورقيبة لديسين بتاع من الجاي صالح بن يوسف لديسين بتاع بعدها فرحة حشيد ثم هديش المرحوم هديشيكل والكلهم بمناسبة الستينية أو سبعينية الوفاة بالتالي اللي موجود معنات الحقيقة الرئيسة الجمهورية هذا شكر المكتب الجامعي وتقدير الجهود شخصيات وطنية هذا ما فيهم مش تقريب اختلاف يجمع حول دورهم في اما في حركة التحرر الوطني أو رمزيات وطنية نحب نقول لك هذا شي شي نقطة ايجابية وما فماش عليش بعد عام نعود ونحكي عليها لانو ذاي القرار تاخذ في 12 قوت 2019 صحيح يا حياء اليوم من اللول تحكي كان فما حكي كان فما حديث اليوم فما كلام قاعد يتقال كونه ما هوش معقول بش يكون اا اا لديسيان اليوم لانو في المستير والا في بالعكس اللامركزية احنا بلادنا دستورنا يعتمد على اللامركزية وعليش لا ما نشوفوش نهائي الكأس في سوسا ونهائي الكأس في سفاقس ونهائي الكأس في مستير ونهائي الكأس في تطاوين وهذا كان يجب أن يكون من بكري المهم نوفر بنية تحتية المهم على الدولة عاوضا نقول وسوسة وما نعبوش مستيد نعبوه في رادس ونعبوه في المنز ما يسألش هات نوفر بنية تحتية تكون سليمة وبنية تحتية في كل ولاية الجمهورية ملاعب قادرة لاحتضان نهائية الكأس وهذا بالتالي تنقلكون في كل سنة يكون في جهة معينة هذا في اعتقادي خيار صعب كلاوين مع شكون انتي معروف كلاوبيست وياحد اثنين انتي معروف معتها تفهم تموياتنا من السليمان من سيد حمد المدب سيحمدي مدعم السليمان سيحمدي مدعم السليمان بسيفته خلينا نقوله اولا لانه هو اول مستثمر في الجهة اكبر مستثمر في معتمديد سليمان تقريبا عنده عشرة سنين وربي زيده وربي وفقه وكان من قبل حتى انا من جيل السليمان سيحمدي ومؤسسة ديليزان ماذا عنا فيها موس المعنى المؤسسة ديما دعم الفرق اللي موجودة في المنطقة يمي جاوب في شعر سؤال صديقي حمدي المد وتتشرف بذلك يمي عشكون غدو اللي يلعب خير اللي يلعب خير اللي يلعب خير ان شاء الله مبكا هو اللي بيس وممو ما يحبش تراجي تربح في العادة لا انا ما عنديش تعصب انا نحب انا عندي تعصب للكورة ولا باش مدغسس سيحان لا لا بالعكس انا كنت تلعب الفريقي والتراجي نحب الفريقي تربح مم اكثر من هكا في دربي الفريقي نحبها تربح بتبعلي لاني من أحبان ندي الفريقي ترجمة نانسي قنقر